اه زي ما قلنا الالاونس كانت ليها اول انتريكات استيميشن بتاني انتي كانت رايت اوف هو بقى بيقول لك هنا الطريقة ازاي عمل بيها الاستيميشن الطريقة اللي هعمل بيها الايه الاستيميشن ننكز بقى عشان الحتة دي صعبة الاستيميشن بتعمل بحاجتين تمام؟ يقيمة برسنتج اوف سيل يقيمة برسنتج اوف رسيبور تمام؟ طب ايه الفر؟ البرسنتج اوف سيل هيحصل فيها ماتشن كبير قوي تمام؟ وعشان كده الجاب بتفضل تستخدم الالاونس لان انت ممكن تستخدم البرسنتج اوف سيل ويبقى الماتشن عندك عالي لان انت لما اخزة لما بيعت حصل اكاونت رسيبور ولما الدين اه بتاع الزبون مش هيدفع تمام؟ حتحسب الالاونس بتاعتك عم طريق السيلز برضو فيبقى انت كده ايه مع الطريقة نفسك مع الطريقة نفسك ��字 بتبقى نسبه من الرقم اللي بيطلع هنا ده ينصب على 50% من 30% من تمام خلاص خلاص كده البد بتكسبنس هنا بمسلا اه خمسة في المية مسلا كده هنشوف ازاي الطريقة اللي بتاعت دي بتبقى تهتم اكتر الطريقة بتاعت بتهتم اكتر تمام خلاص هو اللي بيحدد اي طريقة يستخدمها هو برضو بيحدد المبلغ او اللي ايه اللي انت هتعملها اشتغل بيها تمام عن طريق ايه بتاعته تمام هو جايبها جايب مسألة هنا جايبها لك جايبها لك اه جايبها كده وبيقول لك ان انت استخدم تمام بنسبة واحد في المية من من بتاعتك تمام هتصبح يعني مثلا لو انت زي ما انت شايف تمام تمنمية الف يبقى انت ايه برسنتج واحد في المية مش هيتحقق ده هو كيام تمام تلاف تمام فتعمل بدي بتكسيب انت تمام تلاف والاونس فور داوت فالاكاونت بتمام تلاف دي الانتري تمام وده الرقم تمام اه نركز بقى في البرسنتج اوف سيلز تمام في البرسنتج اوف سيلز بعمل اجنور اجنور لي الاكاونت اوف الاونس فور داوت فالاكاونت الرقم الموجود في الاونس القديم اللي هو الايه اللي هو الالف سبعمائة اتا وعشرين بعمل له اجنور بعمل له ايه تجاهل اجنور وبحط الانتري بتاعتي بالرقم اللي انا طلعته من البرسنتج لو كان تمام تلاف بحطه تمام تلاف انا بقولي الكلان ده ليه ان الطريقة التانية هتختلف فانا اركز تاني تاني يبقى بالنسبة للبرسنتج اوف سيل بعمل اجنور او دسجارز تمام للمبلغ الموجود في الاونس القديم مليش دعوة بيه بحط الانتري بتاعتي زي ما يطلع تمام ممكن تبقى ال الف سبعمائة و سبعمائة و سبعمائة و عشرين دي في الدبت وتمن تلاف وتطلع يطلع في فرق يطلع المبلغ اقالي من تمن تلاف فقا عشان كده بعمل لها ايه اجنور تمام هتشوف بقى في البرسنتج اوف آآ ريسيبابول العكس تمام البرسنتج اوف آآ ريسيبابول برضو قلنا ايه اللي بيحسبها المانجر تمام عن طريق الخبرة بتاعته كلان ده كل تمام بيعملها ازاي دي بقى بيعملها عن طريق جدول اسمه الاتجنج اوف الاتجنج اوف آآ كامل ده بتعامل جدول بتعمل بتحط في اللي عندنا في الشركة وبنشوف هم مسلا عليهم قد ايه وبيدفعوا مسلا المبالغ دي في كم شهر في كم يوم في كم سنة كده تمام وفي الاخر بيطلع الرقم اللي اللي يهمني اللي هو ده. ايه? ده اللي يهمني في الجدول كل. انا مش هحسب كل الجدول ده. الجدول ده يبقى لو لو في الامتحان انا اخذ منه الرقم ده. تمام? هنشوف بقى الكلام ده ازاي? اه هو بيقول ان كان فيه اصلا بخمسمائة وعشرين. يعني كان فيه رقم قديم بخمسمائة وعشرين. خلاص? انا عايز اعمل تمام? بالمبلغ اللي هو ايه? الفين ميتين وعشرين. خلاص? من المبلغ ده مش هتحصل. المبلغ اللي كان طالعلي في الاتجينج اسكاجول او الاتجينج اه اه تمام? فبعمل ايه? ده خلاص? والله اتحط ده برضو طبعا كله شايف الرقم مش مشكلة. مش. ده الرقم ده خمسمائة وتمانية وعشرين ده كريدت. تمام? انا عايز اخلي التمنمية خمسة وعشرين. تمام? الخمسمائة سوري. الخمسمائة تمانية وعشرين. الخمسمائة تمانية وعشرين. عايز اخليهم متين. اه قصدي الفين متين تمانية وعشرين. الخمسمائة تمانية وعشرين. عايز اخليهم الفين متين الفين تمانية وعشرين. خلاص? بقول اللي هعمله ان انا ايه? هزود على الحد ما يوصل للرقم ده. هزود كم يا عام الحاج? هزود الف وسبعمائة. الف وسبعمائة. فتبقى الانتري كده بات ديبيت تكسبين الاف وسبعمائة. عشان يطلع في اللي يطلع في الاكاونت. يطلع في يطلع في كده. المبلغ يطلع في يطلع كده. ماتين تمامين ماتين الفين ماتين تمامين وعشرين بس في في الاخر. في الاخر. تمام? يبقى تاني. في البرسنتج انا عملت اجنور ما هبلغ القديم. اللي في الالاونس تمام? في الالاونس تمام? حلو? في البرسنتج اوف هخلي الرقم بتاع الالاونس يوصل للرقم اللي مكتوب في في الجدول بتاع طب هو طلع لي كان اه اه متين الفين اه اه متين اه متين تمانية وعشرين حلو? الفين ماتين تمانية وعشرين. وكان في برايفز في رقم قديم كان خمسمائة وعشرين. ناقص له كام عشان يوصل للرقم ده? الف وسبعمائة. يبقى الانتري تعطي الف وسبعمائة. تمام? وليس وليس الانتري هتبقى الف وسبعمائة وليس الفين ماتين تمانية وعشرين. تمام? هنا ما بعملش اجنور للرقم القديم. خلاص? تفرق ايه? تفرق كتير. تفرق ايه? تفرق كتير جدا. اه لمواخزة لما طلع لما طلع لما طلع لما طلع لبالانشيت تمام? لو انا عارف لو انا لو انا لو انا عارف ان ان الشركة بي بتشتغل بالبرسنتج اف آآ ريسيفابول. تمام? لازما الالاونس فور داوتو اكاونت تطلع نسبة من الاريسيفابول. يعني لو اما قلت مسلا انا عندي آآ ريسيفابول بعشرة تلاف. تمام? بعشرة تلاف. خلاص? وقلت ان الالاونس. الالاونس. آآ عشرة في المية. من ريسيفابول. يبقى انا كده عندي الالاونس بالف. تمام? خلاص? تمام? يبقى انا كده عندي الايه? البرسنتج بالف. آآ زي الالاونس فور داوتو كم? بالف. تمام? حلو. حلو. لو لقيت اكتر من الف او قل من الف اعرف ان الاكاونتن ضحمر. حمر ليه? لان انا عارف البرسنتج. تمام? انا عارف البرسنتج. تمام? ومف وانت بتشتغل بالبلاء بالبرسنتج اف فالمؤخذة. الالف دول لازم يبقى عشرة في المية من عشرة تلاف. تمام? مش هتتغير. تمام? لكن السيلز. اه مفيش الحوار بتاع البرسنتج دا. يعني ممكن يبقى مسلا المبلغ مش شرط يبقى اه مش طبعا ان هيبقى شرط يبقى عشرة في المية من يعني ممكن تبقى عشرة تلاف والالاونس اه خمس تلاف. تمام? مع انها برضو هي هي نفس النسبة عشرة في المية. ليه? السبب في كده? السبب ان العشرة في المية هنا دي كانت من السيلز والعشرة في المية دي كانت من ايه? من ريسيفابول. تمام? اه. بعد كده خلصنا احنا كده تمام? ناقص بقى لايه? الدسبوزنج اوف اكاونت ريسيفابول. تمام? اللي احنا في ها دي ان شاء الله. تمام? الشركة اللي بتبيع اكاونت ريسيفابول. اول حاجة اللي هي مسلا ما تقدرش تتجمع دي. تمام? تاني حاجة ان هي المصدر اللي بحيط للكاش. بعد الكاش عطول هي بتيجي ريسيفابول دي. تمام? فلما يبقى التكاليف بتاعت التحصيل غالية وبتضيع وقت. فالشركة بتبيعها لشركة تانية وسيطة تتصرف لها في الايه? في التحصيل وكده ايه اللي تتحصل وتديها المبلغ في الاخر. تمام? العملية بقى اسمها ايه? اسمها ايه العملية دي? او سيلز او تاني. تاني. يبقى العملية دي اسمها ايه? او اا او اا اا سيلينج او تمام? خلاص? اا العملية دي ازاي? اا بتبقى بنقول الشركة دي الشركة التانية البسيطة. الوسيطة. لا. بتشتري من البزنس الباقيه. تمام? خلاص? وبتتعامل مع ايه? هي بتروح تحصى منهم ايه? تمام? وبتاخد نسبة من واحد اللي تات في الماء. تمام? من واحد نغيرها ايه نغيرها في الماء. خلاص؟ هنتشوف ازاي. ااا شركة تمام? بنشي ااا انinois تبقى بت Golden Stearnature تمام? هب بيع الرسبة بتاعتها. فاكترز دي هب بيع معنى هب بيع. ستمئة الف ستمئة الف من الرسبة بتاعتها لشركة واسية اسمها Federal Factors. فالفادرال دي هتحط عليها باتنين في المية. هتاخد لنفسها باتنين في المية. يعني من الاخر هتاخد اتناشر الف. فتبقى اللي هيروح للشركة اللي هي بتاعت صاحب تريزيفو في الاولى اللي هي بتاعت الفلوس اللي هتحصلها هتبقى مش ستمية. تبقى قلي شوية. تبقى خمسمية تمامية وتمانين. الف. خلاص. والسيرفز اللي هتاخدها الشركة التانية هتتفحها الشركة الاولى اللي هي بتاعت الفلوس التشر. تمام? هتفحها للوسيط. تمام? اللي هي باتناشر الف. خلاص? مقابل ان ايه? خلاص بقى ريزيفو بلدي راحت. تمام? راحت. فتبقى كالانتري كتا تاني. كاش دي بالمبلغ بس اقل شوية. اقل شوية. تمام? اللي هو خمسمية تمانين وتمانين. والسيرفز اللي هتديها للشركة الوسيطة. باتناشر. الف. والكانتري سيبابل في الكريدت بستمائة الف. كام? كده انت بفاش مشاكل يعني انا مش شاف فيها مشاكل. بس يعني ممكن مسلا الشرح مش مفهوم شوية. فانا بقول تاني هو. شركة هبيع لشركة. الوسيبابل بتاعتها. ستمائة الف. خلاص? فهيه هتاخد نسبة على الكلام ده. عشان هي لا تقوم تحصل وهي لا تهز اه اه تهز نفسها كده وتقوم وتتروح لبكاست المرز وتيجي وتاخد منهم فلوس وكده. ففيه تكاليف. ايه بتاخد لنفسها اتنين في المائة. خلاص نسبة اتنين في المائة. خلاص? ففا اه يبقى الشركة لصاحبة الوسيبابل الاصلية مش تاخد المبلغ كله مش تاخد ستمائة الف. هتاخد اقل. هتاخد كام? هتاخد خمسمائة تانية وتمانين. والشركة الوسيطة هتاخد اتناشر. خلاص? مقابل ان الوسيبابل بتاع الشركة اللي اتروح. خلاص كده مافيش روسيبابل تاني بقى خلاص. ثم تاني فكرة من افكار الديسبوزنج. تاني فكرة من افكار الديسبوزنج. دي كاد دايركت الفكرة اللي اتكاد دايركت مباشرة. انه هبيع هبيع. لوسيبابل بتاعتي. الشركة تانية وهي اللي تحصل لي. تحصل مكينة عشان انا مش عايق احصل. حل? لمين. في بقى فكرة تانية. في طريقة ان انا استخدم الكريد كارد. اخلي البنك هو اللي حصل لي. بالكريد ايه? بالكريد كارد. حصل لي انا فلوسي. طبعا? فالبنك بياخد لنفسه. اه اتنين لستة في المية. من مين? من صاحب الشرك. من صاحب الايه? الشرك. هنشوف ازاي. بنقول مسلا اه واحدة اسمها انتوني فراري. طبعا? اه دي صاحبة شركة يعني. اه صاحبة مش شركة. تمام? اشترت الف الف دولار سي دي. من سي ديات. تمام? فور هير ريستروند. فور هير ايه? ريستروند. تمام? معناها ايه الكلام ده? واحدة صاحبة صاحبة مطل. تمام? اشترت الف الف دولار تمام? سي دي. عن طريق الفيزة. من شركة تانية اسمها ايه? مش عارفك حاجة كده كرين كري اه ميوزك كوبريشن. تمام? من خلال الفيزة. من خلال كرت كارت. تمام? فهو وفيه كانت نسبة ثلاثة في المية للبانك. خلاص? هو عايز الموجودة في الشركة اللي بيبيع الاستوانات دي. في الشركة اللي بيبيع الاستوانات دي. الانتري هتبقى عاملة ازاي? والله اولا اولا. المبلغ الالف دول. الالف دول. يعتبروا اون اكاونت. ليه اون اكاونت? لان الست ما دفعتش بكاش. دي دفعت بالفيزة. تمام? فهيت حسبت عليها اون اكاونت. تمام? فيبقى في اكاونت رسيبابل في الشركة التانية. خلاص? فالشركة التانية كأنها عندها اكاونت رسيبابل? بالف. خلاص? ماشي? والله الشركة التانية مين اللي هيحصلها البانك? لان هو بيقولنا ان الست الكل دي بتستخدم الفيزة. فالبانك كان هو اللي بيحصله. كان هو ايه? اللي بيحصله. تمام? في دي نسبة ثلاثة في المية. تمام? يبقى الكاش اللي وصلت وصلت للشركة بتاعت الميوزيك. مبلغ اقل من الف ده. تمام? اقل من ايه? من الف. يعني كام? تسعمائة وسبعين. تسعمائة وسبعين. تسعمائة وايه? وسبعين. خلاص? يبقى الشركة بتاعت الميوزيك دي حصت تسعمائة وسبعين. خلاص? ودفعت للبانك تكاليف تلاتين جنيه او تلاتين ديور. تمام? و بتاعتها اللي كانت بالف او اللي حقيقتها يعني تمام? نتيجة البيع كانت بالف ببقيتش موجودة. ببقيتش ايه? موجودة خلاص كده ايه رحت. تمام? تمام? في وصلة الفكرة تاني. تقول تاني. تبقى عاملة ازاي المبلغ اللي هي حقيقته الشركة كانت الف. كانت ايه? كانت وسيد. هو اللي بيحصل للشركة دي. خلاص? فيبقى الكاش هيبقى اقل من المبلغ اللي هو الالف. تمام? اقل بكام? اقل بتاتة في المية. فيبقى الكاش تسعمائة وسبعين. وسيرفز تشارج بتلاتين. وحققت اراد تمام? سيرفز ريفنيو اه سيرفز ريفنيو ده الف. تمام? خلاص? بس دي طريقة تانية من طرق الايه? تمام? كده التلاتة عمليات خلصوا. بعد كده بقى بيتكلم عن النوت. النوت قلنا اللي هو اللي هو الوعد المكتوب او قطعه. ده المكتوب. تمام? اه مكتوب على واحد. تمام? لانه يدفعه في معاد معين ويبقى فيه انترست والكلام ده كل. خلاص? بستعمل امتة دي? بستعمل لما بعمل لند او بورو يعني بسلف واحد فبكتب له بكتب عليه نوت. او هو بيسلفني فبيكتب عليه انا نوت. تمام? اه بستفع امتة برضو لما اه اه تمام? يعني ايه? في مبالغ مفروض الدفع. حلاص? في مبالغ ايه? مفروض الدفع. فمسلا هو هيدفعه لي مسلا اه خلال خمس سنين. فالمبلغ كبير قوي. تمام? اوازم المبلغ مش كبير. المبلغ قليل بس كمان المودة طويلة جدا. فانا ممكن انسى وممكن هو ينسى وقول لي مكلام ده ما ما حصلش. تمام لو انا لازم انكتب ايه? نوت ريسيبابول. نوت ريسيبابول. المهم لما المودة ده طويل. تبقى طويلة جدا. ماشي? او ان انا ببدل اخليه نوت ريسيبابول. ابدله. بدل ما كان عندي كاستمر هيتفعلي اكاونت ريسيبابول هخليه غصبا عنه يتفعلي نوت ريسيبابول لانه مسلا اتأخر في النفع شوية. هنشوف الكلام ده. اول حاجة ده الانشاكل النوت. بيكتب فيه الامنونت بالارقام وبالحروف. تمام? اه دي الامنونت. تمام? وادي الحروف. تمام? بالارقام والحروف. بيكتب فيها ديت ديو الموعد التسليم. تمام? والديت بتاع الكتابة. انا بكتب فيها النوت تمام? اااااااا بكتب اسمي البي اي اه ماشي البي اي الشركة بتاعتي انا اللي بتكتب النوت على الشركة التانية. الشركة التانية اللي هتكتب عليها اللي هي يعني بتبقى منسميها يبقى انا شركتي. شركتي ايه? ايه? اه شركتي البي اي. تاني. شركتة البي شركتي انا البي شركته هو الا انا بكتب عليه النوت دي اسم الان خلاص بالنسب لي انا دي الا السيال ايه بالنسبه Lemon is responsible. طبام? فيه بقى حت تاكده بتاعت الانترست ازاي احسبها? بقول مسلا بفرض ان انا كاتب على دي عشر تلاف. خلاص? عشر ايه? عشر تلاف. بفايدة اتناشر. ادي الفايدة مسلا. ما ما نعودش نحاورة لبعد. ادي ايه? ادي النوت بتاعته. تمام? النوت بتاعته. ماشي? كاتب عليه مبلغ الف. خلاص? وفيه باتناشر في المية. خلاص? وانا كاتبها عليه في مية وان. وهيتدفع بعد شهرين. خلاص? فبعمل عشان احسب الفايدة اللي انا اخدها منه. تمام? بعمل كده. بكتب الفيس فاليو اف نوت. الفيس فاليو اف نوت دي اللي هي اللي انا كاتبها عليه. اللي هي الالف. خلاص? اللي هي الاتناشر في المية. وبعدين بضربها في النسبة بتاعت السنة. انا هاخد من السنة كم شهر? اه شهرين. فبقول اتنين على الاتناشر. اتنين على اتناشر. اضرب ده كله في بعضه يطلع لي الفايدة اللي انا هاخدها مني. تمام? الفايدة حاجة والاممونت حاجة. يعني انا هاخد الالف زائد الانترست. زائد الايه? الانترست. فدي الانترست كده انا حسبت الانترست. دي طريقة كازة طريقة ازاي يحسب بها الانترست تمام? ممكن احسبها مسلا لو 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 هي ستة شهور. اه سوري اه زي. لو هي اربع شهور ممكن احسبها بالليام. فباحسبها ازاي? او بقول مثلا اه باحسب احسب باطرض ان الشهر تلاتين يوم بكل الشهور تلاتين يوم تلاتين يوم. كلي مش خأس اربع الشهور مثلا في تلاتين. يبقوا كم? يبقوا مية وعشرين يبقى مية وعشرين بقikka سما على تلاتين وستين. بدل ما اقول اربع zwane عالي التناشر بقول مئة وعشين عالتوتيم المستين دي طريقة برضو انnia حسبها بالليام تمام؟ في طريقة انholder الحسبة بالمنصز العادية هو يو ستة عالي التناشر في برضو طريقة انى نحسبها ايه اا بالسنين بالسنين تمام؟ ان��� hello i know that. لو سنة كاملة بقول الا لا صنع توب لو نص سنة بقول نص على ايه? على وان كده اقه تمام? يبقى تاني. القانون بتاع الانترست. الرقم بتاع بتاع النوت. زائد بتاع بتاعة الانترست. في مدة الزمنية اللي انا ايه? هستلمها منه مسلا بعد شهرين استلم منه الفلوس دي بعد خمسين شهرة. خمسين شهرة خمسين سنة مش تفري. دي التايم. تمام? بطلبوا كلهم في بعض يطلع لي ايه? الانترست اللي انا هاخدها منه. خلاص دي مسلا مثال? نوت كتبه الف. الانترست ريت بتتناشر في المية. اه في يوم ماي تمام? هتتعامل الكلام ده. فبقول اه اه نوت رسيبابل بالف. وصاد ايه? وصاد ان الكاش او الاكاونت رسيبابل بمي بقى بالف تمام? لو انا هلند لو انا هعمله هسلفه يبقى بدا الاكاونت رسيبابل دي تبقى كاش. تمام? لو انا هكتبه عليه وخلاص تمام? كتبه عليه وخلاص. يعني افترة كده وبلطقة. هتبقى نوت رسيبابل. نوت رسيبابل. اكاونت رسيبابل. تمام? لكن لو انا هتبديله فلوس يبقى انا ايه? نوت رسيبابل. نوت رسيبابل. اه كاش على طول. تمام? لكن في الحالة دي انا بكتبع ليه افترع. او مسلا اديد له خدمة. تمام? فتبقى كده نوترزيبول. اكاونترزيبول. تمام? بألف. خلاص اه دي برضو مسألة ملاقاش لازمة. مشي طويلة يعني. مش ملاقاش لازمة يعني ايه. حشان طويلة. تمام? مشي اه اه الالف دي بقى بشوف ما انا بقى اخد هوا شهرين الف في اتنين على اتناشر. وفي الريت اللي هو اتناشر في المية. نشوف بقى تحسيبك كده هتلاقي ايه. دي بتاعتك. تجمع زائد النوت. زائد الالف يعني. فيطلع الايه? المبلغ كله اللي اتحصل بعد الشهرين. اه. اللي فاتت دي كلها كتعمليات للايه? بتاعت النوت. للايه? بتاعت النوت. تمام? بعد كده هنخش على الفاليونج. الفاليونج هي هي نفس الايه? نفس الكلام بتاعت الاكاونت زي اقوله الكلام ده كله. تمام? بستخدم اه الكاش الكلام ده كله. خلاص وبعمل نفس الطريقة بالزبن. نفس الكلام بالزبن. خلاص? اه في بقى حالتين بيحصلوا. في حالتين بيحصلوا. اه في حالتين دون. اه في حالتين بيحصلوا. اه في حالتين دون. اه في حالتين تمام? فلو هو اونر تمام? انا كتعندي نوت بمعشر تلاف. خلاص? في جون ون. خلاص? بنسبة تسع في المية ريت يعني. تمام? انتريست اه ريت بتسع في المية. خلاص? اه في نوفمبر ون. هيدفع لي المبلغ كامل. فبقاقول. كده الانتري. كده لايه? الانتري. فيه كاونت رسيبابول. انه ازي نوت رسيبابول. بعشر تلاف. حلو? والانتريست ريفنيو هحسبه عن طريق القانون. اللي هو عشر في المية اعزي عشر تلاف في التسع في المية في خمسة على اتناش. بتراب بتلتمية خمسة سبعين. نعم? يبقى انا هحصل منه كاش عشرة تلتمية خمسة سبعين. تمام? خلاص? جات منين? جات من نوت كاب عشرة. ويهي? اه انتريست ريفنيو كاب تلتمية خمسة سبعين. خلاص? دي في حالة الاونر. دي في حالة الايه? الاونر. تمام? في هنا بس حالة كده غريبة شوية. انش هدتفهم قوي. في حالة الاونر برضو. بس في حالة اننا ايه مسلا ايه? صدفة ان انا بعمل في نص السنة مسلا. او في اخر السنة. والنوت دي هتكمل معايا السنتين. يعني هتكمل معايا سنتين. جزء من السنة الاونية وجزء من السنة التانية. فيحصل في فاصل في النص بتاع تمام? ف لازم اعمل كده. اي مست ريكوارد. تو ان انا اعمل ايه? اعمل تمام? لان في فائدة. كل شهر بتحسب. كل شهر بتحسب. فاول ما هعمل البلانشيت. تمام? انا هبقى ناسي حوار الايه? الشهور اللي بتحسب عليها الانترست دي. فلازم انا حسبها. هنشوف ازاي. تمام? اه 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 المبلغ بتاع الانترست الفائدة كانت تلتمية خمسة وسبعين. تمام? تلتمية خمسة وسبعين. ففيه فهو كان على خمس شهور. المبلغ كان هيدفع على خمس شهور. حلو? فصدفة في الشهر الرابع هعمل بالانشيت. هعمل ايه? بالانشيت. هعمل اعمل كده. تهم? فلازم اسجل بالاربع شهور اللي فاتو. تمام? ليه? لان هي لازم ان تتسجل. خلاص? لازم ان تسجل. فبقول بتاعتي كده. التلتمية خمسة وسبعين يوم دي. كل شهر بخمسة وسبعين. خلاص? كل شهر بخمسة ايه? وسبعين. فيه اربع شهور متحسبوش في السنة الايه? اللي قبل هابدأ هحسابهم. تمام? فبقول بتلتمية. اللي هو ما خمسة سبعين في خمسة سبعين في خمسة يعني خمسة سبعين في اربع مرات. تمام? في اربع شهور. خلاص? وانترست ريفول بتلتمية. حلو? حلو. يجي بقى الراجل يدفع لي في الشهر اللي بعد كده. الشهر الخامس. يدفع لي في الشهر ايه? الخامس. هيدفع لي المبدأ كله اللي هو عشر تلاف زائد تلتمية خمسة سبعين. صح? فالكاش يبقى عشر تلاف تلتمية خمسة سبعين. جميل? جميل. لو عشر تلاف تلتمية خمسة سبعين جات من اين? جات من نوت كب عشر. نوت كب عشر. تمام? وفي انترست ريسبابل بتلتمية. لسه حسابة من شوية. خلاص? وفي خمسة وسبعين نوت آآ آآ خمسة سبعين انترست ريفنيو. في الشهر بتاع ايه? الخامس اللي انا بحسب فيه دلوقتي. ايه هو ده. تمام? فدي فكرة بس كده ايه? حسبة متأخرة يعني. ده هو مسلا ايه? اه ده في كل شهر. انا مفقود احسبها بعملها. الموضوع يعني مهم في حاجة اللي هو ان انت مفقود ناخدناه في 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 الترم الاولاني. تمام? فهتلاقي الموضوع بس متلعبك شوية بس لما نفهمها حلو هتلاقي الموضوع سهل. كل موضوع اني بعمل بالانشيت صادفة اني بعمل بالانشيت في نص النوت. او مش في نص النوت. يعني النوت لسه ما خلستش. مدة النوت لسه ما خلستش. في مسلا اربع شهور اه تحقق فيهم انترست. فلازم نسجلهم قبل ما اعمل بالانشيت. تمام? فدي اتجستن انتري. اتجستن انتري تبقى عاملة ازاي? انترست بتلتمية بتاع في الاربع شهور. ويه? انت سيفنيو تلتمية. تمام? حانو? بعدين الشهر الاخير الخامس هيدفع فيه الراجل. فكاش هعمل بالكاش بكل مبدأ. لوها عشرة تلتمية خمس سبعين. عشرة تلتمية خمس سبعين. تمام? حلو? جات من ايد العشرة تلتمية خمس سبعين دي? جات من عشرة كاب بتاعت النوت. تمام? وجات من تلتمية بتاعت اللي انا لسه حاسبها. تمام? وجات من الانتريست ريفينيو بخمس سبعين. نوضوع عبيد بس يعني مع اتشوان. الحالة بقى التانية اللي هي بتاعت الدس اونر. الحالة بتاعت ايه? بتاعت الدس اونر. الحالة بتاعت الدس اونر عاملة ازاي? والله الراجل ده ولا دفع في المعد ولا دفع الفلوس كاملة. مم? فبعدل ما بقول ان انا حصلت كاش بقفل النوتا دي. بقفل النوتا دي. ازاي بقفلها? بقفلها ليه اصلا? انا بقفلها عشان ما حسيفش بعد كده هو ليه مسلا خمس شهور انتريست. تمام? خلاص? بعد الخمس شهور دي لازم ان النوتا دي تقفل. لان لو فضلت شغالة هيحسب عليه وده غلط. تمام? وده مش صح. فباعملها ازاي? بقول بدل ما انا هاخد كاش هاخد اكاونت رسيب بول. فلا عشان تلتمية خمس سبعين. جات من اين? جات من نوت بعشرة. وانتريست ريفنيو تلتمية خمس سبعين. خلاص? بيبقى كده الديس اونر حليته. كده الديس اونر حليته. قلت ان هو ما معرفش يدفع للنوت بتاعتي. فانا بخليله الدين بتاعه كله. بطل ما كتعاشة لوحدها وتلتمية خمس سبعين لوحدها. بقول ان انا بقى تلتمية كلها مع بعضها بس في اكاونت رسيب بول. خلاص? في اكاونت ايه? رسيب بول. اااا. بعد كده كلام نظري. كلام النظري ده بيتكلم في ايه? 베يقول اه تسع تلاف كمس ومية. تمام? ده في البلانشيت. في هيظهر معايا لانا كنت شوية بحسابها. تمام? تمام? بتاعت مين? بتاعت البنك او بتاعة الرجل الوسيط اللي هو بيحصل لي الفلوس. تمام? هتظهر تحت اه مبدأ او تحت سطر كده اسمه تمام? تمام? البينامى والسيرفز تشارج هيتلاقوا تحت مبدأ اسمه تمام? خلاص? بعد كده اخر حتة في الشابتر خالص حاجة اسمها الترن اوفر الترن اوفر قانون تمام? بنجيب النيت كريديت سيلز على النيت اه اللي على بتاعت الاكاونت رزيوبول على الاكاونت رزيوبول تمام? خلاص? فبيطلع لي حاجة اسمها الاكاونت رزيوبول ترن اوفر تمام? بجيبها ازاي والله لو عندي مسلا في سيلز وفي مسلا سيلز بطرح الانتنين من بعد ويطلع لي بتاعتي. فبجيب الرقم ده. الرقم ده. خلاص? الرقم ده. بجيبها الايه? الرقم ده. خلاص? بعدين احسب ازاي بتاع الاكاونت رزيوبول بجيب بتاع ترزيوبول في اول السنة والاندن بتاع ترزيوبول في اخر السنة. تمام? واقسمهم على اتنين. كده انا جيبت بتاع الاكاونت رزيوبول. خلاص? بقسم على الافرج دي. يطلع لي حاجة اسمها اا اا اكاونت رزيوبول ترن اوفر. اكاونت رزيوبول ترن اوفر. خلاص? بعدين كده هاستفاد ايه من الرقم ده? دي نسبة. تمام? بتتحسب بالمرات. يعني مسلا انت مسلا لما جيبت تحسب مسلا اا اا الفحم فتقول اا عشرين تن فحم. كده. لكن هنا ترن اوفر هتحسب بايه بالتايمز مرات. سبعة اا سبن بوينت سبن تايمز بالمرات. تمام? المهم هاستفاد ايه بالرقم ده يا عامل حاج? هاستفاد ان انا اعرف قد ايه انا بعمل او في مدة قد ايه بعمل كوليكشن. يعني الوقت اعملت بيعت على اكاونت. انا عايز اعرف انا بحصل في قد ايه? هل الزبان بيتحك عليا? ولا انا بايه? ولا انا باخد حق منهم مشافي كده بسرعة سريع سريع. فبحسبها ازاي? بقول تلتمية خمسة وستين يوم. تلتمية خمسة وستين يوم. على الايه? الترن اوفر اللي نطلعته. يطلع للرقم بالايام. فالرقم اللي باي ايام ده ده متوسط متوسط التحصيل. المدة التحصيل. يعني انا ببيع مسلا في في يوم كزا تمام? بعد سبعة وعربعين يوم زي ما احنا شايفين كده? هحصل الفلوس. هيبقى في جيب الفلوس. تمام? فيبقى انا عندي مدة هعرف امتى انا هحصل. تمام? فمسلا لما تزنق في فلوس وكده هقول يا ربنا هيرزقني امتى بالفلوس? هو ربنا هيرزقني قافل معاني اللي يحبه بس هنبقى عارف امتى هحصل الفلوس? امتى هحصل الفلوس? خلال سبعة واربعين يوم. ده في المتوسط يعني. تمام? بس ودي مسائل تتحل بقى. بس كده. وخلاص كده وصلنا. كده وصلنا للاخر. شكرا لشطر 9. اكاونتنج فور سيفوبر. ماشي?